فمتخيلة الحمل والموروث اللي احنا خدناه ده الشكل العام بتاعه ازاي؟ فدي مشكلة المميدة تعالي في موضوع الترقيات اللي الناس كلها عايزة ترقيات 11 ألف موظف قبلين للترقية ترقيتين تكلفتهم الشهرية 40 مليون جنيه علشان بيترقى بفلوس كل ترقية لها حاجة طب هتجيب موارد منين الهيئة وانت عندك مشكلة يعني ما انا شايفة هنا انه ما سبيره رأى 11 ألف موظف في الفترة هيرأي مطالب انه يرأي 11 ألف موظف حق الموظف اللي موجود في الترقية تخيالي ده ايك والكام فلوس 40 مليون 40 مليون شهري فانت متخيلة ده وبعدين حطي عليه كمان عندك علوات العلوات بعد ما ندفع المتجمدات وندفع كل الأشياء دي انت بحتاجة 40 مليون شهري يبقى انت بحتاجة 80 مليون يعني 480 مليون جنيه في السنة نص مليار تقريبا اه بالضبط وعندك كمان عجز اللي احنا بنقوم به من مواردنا ب40 مليون جنيه يبقى محتاجة 120 غير زيادة التأمينات والأعباء بتاعت المعاشات والرعاية الطبية كل ده بعيد عن المحتوى بعيد عن التقنية الحديثة بعيد عن رفع الكفاءات البنية الهندسية كل ده وما زلنا بنقوم به هل برضو يعني زي ما قلنا في البداية هي مصاريف التشغيل انت كمان عندك يعني خلينا نشبهها كمان للمشاهد ما سبيرو عامل زي مصنع لازم يشتغل ويطلع انتاج وفي نفس الوقت يوفي بشغل الناس يعني احنا عندنا بقى مصنع الشاشة يعني الشاشة تكريفها كتير قوي طيب الحل حيمشي بالتدريج يعني دلوقتي احنا نقدر نقول بانه الناس هتبدأ تتطمن بانه هيبقى في خطة احنا كل فترة بتوفوا الخطة موضوع على فكرة ايوه ومكتوب العلاج والرشدة اللي ما سبيرو عايزها اه بس احنا ماشيين فيها بقليات وبطريقة شغل هي فيها امور طبعا مالية هي بتعمل عراقيل وفي امور تانية بنحاول نجري فيها يعني حاولك مساء على سبيل المثال مش الحصر احنا عملنا بنية اساسية ارضية فوق الواقع بتقنية حديثة الـ HD وزان عليها البطولة الافريقية وبطولة اليد وما زالت حتى البطولات الافريقية بتتزع عليها كل الاشياء دي من البنية الاساسية اللي عملناها الارضية الممتدة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية متخيلة كمان معاها البنية الاساسية الازعية من مراكز ارسال وبس على مستوى المحافظات ككل عشان تقدري تسمع الراديو صحيح والأماكن اللي زادت طبعا في الفطرة الاخيرة دي من مناطق جديدة وبنيات اساسية وده كله وبرضو وفي نبيه النقل الرياضي انت شفتي بقى دلوقتي بتتفرجي على مباريات كرة القدم لا الحقيقة مباريات كرة القدم كان نقل رائع ده ايك والفلوس طبعا انت لما بتنقلي من تقنية لتقنية الموضوع مكلف فوق الوصف ده في الجزء الاعلامي اللي احنا بنتكلم فيه بس اكيد اساس حسين برضو سمعت بعض الاسوات قالت لك انت بتطور اه بس انا مش موجود في تطويرك مين اللي مش موجود فيه ناس بتقول كلام كده يعني ما انا برضو بنقل لك يعني بصي كل الكلام احنا بنستوعبه وبيوصلنا بس انت يا ما بتيجي للواقع لا كل العاملين اللي موجودين في التطوير هم من داخل ابناء ما سبيره اسألي كل الناس اللي حوالين لا لا ما نعرفه احنا بنتكلم ده من كافة القطعات اللي موجودة داخل ما سبيره قنوات اون احنا مشاركين بيها اللي هي الرياضي بنسبة 50% ده يمكن معلومة الناس ما تعرفه ما سبيره مشترك فيها بنسبة 50% والتطوير اللي حاصل في النقل الرياضي كله ما بين الهاية الوطنية الاعلام وان وان المتحد وده مش هنا بس لا ده احنا حتى في المحتوى وعندك تابعته العاملين بيشتغلوا هنا وبيشتغلوا هنا وبيشتغلوا هنا وموجودين انت العاملين قريدي هم قايمين بتوع ما سبيره هم قايمين على القنوات الخارجية كلها فاحنا بنستوعبهم سواء عندنا او سواء في القنوات التانية واحنا مشاركين فيها فدي العملية اللي احنا بنحاول نطور بيها انا عارف ان انت حضرتك كمان دايما مهتم لما بيبقى فيه بتقول لا انا عايز ولاد المبنى يبقوا موجودين لازم هم اللي عندهم الخبر ان هم اللي بيعملوا الشغل وبيبقوا موجودين انا عارف انا شخصيا عارفة ده عنك يعني